وفي إطار التخفيف عن كهل الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة كانت مصر قد رفعت عدد شاحنات المساعدات لقطاع غزة إلى أكثر من 300 يوميا عبر معبر رفح بحسب توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مواد غذائية ومستلزمات طبية غاز وسولار ومواد بترولية تحمل داخل هذه الشاحنات لتعبر بوابة رفح المصرية مصار لم يتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى في أول أيام عيد الفطر استمرت الحركة أعداد الشاحنات تتحرك بالمئات يوميا حتى وصلت ل300 شاحنة كحد أدنى يوميا بعد توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أعداد تزداد ساعة بعد ساعة بالإضافة لخروج عشرات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين ليتلقوا العلاج بالمستشفيات المصرية كانت حمولة الشاحنات قد قاربت على 20 ألف طن من المواد الطبية و20 آخرين من المواد الغذائية فضلا عن 10 ألاف طن من الوقود ضمن المجهودات التي لا تتوقف من القيادة المصرية للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة كريم بيبرس التلفزيون المصري